موسيقى العاصفة ومالك سيدي سموشي حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتانياتنا لواثق المضامرين حمد بن راشد بن غدير ما شاء الله من بعد البداية والصيف الذي انتهى تعوده من جديد هنا افتتاح لتحدد مسار هذا الشوط من البداية واختيارها المركز الاول والشوط الاول والبداية هلولة هذه افتتاح ما شاء الله ستة كيلومترات قادة هذه التحديات والاثارة والاندفاع اللي بدأ مع المقدمة والصدارة تصل الى خط النهاية اول العابرات لخط نهاية هذا الشوط البالغة ستة كيلومترات هي افتتاح في المركز الاول بينما المركز الثاني منصورة في المركز الثاني ايضا لهجن اشتركوا في القناة بن محمد بن راشد المكتوبة سالب سعيد بن منان في اثارة المتحدي والواثق في اسماء دائما عرفتها رياضة الاصالة عرفتها الانطلاق وعرفتها ايضا مسارات هذه الميادين التهنية والناموس للمرة الثانية على التوالي في هذا الصباح المميز نهجن العاصفة تهنيتنا ايضا لمالك سيدي سموشيح حمدان بن محمد بن راشد المكتوبة ايضا شكرا الواثق مع العنود تصل ايضا في المركز الاول المركز الثاني حيلل سموشيح حمد بن محمد بن راشد المكتوبة والمركز الثالث بمغدمة هذا الشوط يا السلام طيرا طاير على عرضية ميدان المرموم شدوا لحزة ما فدينا بالهبوب تدريجيا الى مدرج رقم واحد والى خط النهاية بغيادة سراب قادهم ستة كيلو متر في المغدمة بيصل في المغدمة وابتعد تماما بالمركز الاول سلام سلام عليك يا هجن العاصفة على هذا الاداء المتميز تهانينة تهانينة لتسجيل الهاترك لهجن العاصفة تهانينة لمالك هجن العاصفة سيدي سموشيح حمدان بن محمد بن راشد المكتوبة وتهانينة ايضا مصعوبة الى المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاتتبي هاحوة سراب يصل الان الى خط النهاية محتل المركز الاول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار المركز الثاني الدرع ايضا لهجن العاصفة بغيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاتتبي يا سلام لياليت يا ابو عدنان تاخذ لي الثلاثة تاخذ لي الثلاثة في زوم واحد يا سلام يا سلام واحد واثنين وثلاثة الرقم الرقم مميز واحد واثنين وثلاثة يا سلام مشكور مشكور يا ابو عدنان على هذه اللغطة المميزة للغاية لهجن العاصفة ها هو جلمود ونجد يا سلام جلمود جلمود في المغدمة يندفع يا سلام صخر جلمود هذا ما ينكسر شيء زحزح من مقدمة هذا الشوط يا سلام ها هو جلمود تشاهدونه على شاشة التلفزيون يغترم من خط النهاية نقول سلام سلام عليك يا هجن العاصبة على هذا الأداء المتميز تهانينة تهانينة لسيدي سمو الشيخ عمدان بن محمد بالرهد المكتوم على فوز جلمود بالمركز الأول وعلى هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هجن العاصبة تهانينة للمضمن الواثق حمد بن راجد بن حمد بن قديل اشتفي المركز الثاني نجد لهجن العاصبة سلام يا سلام تسيطر مشاهدين العزاء النصيبة النصيبة بشعار الخطر بشعار الحمر شعار هجن الرئاسة أحمد بن مطار بن مائد الخيالي يقدم النصيبة على مقدمة الشاط والأربعمية متر الأخيرة الأربعمية متر الأخيرة تنفرد انفراد كامل وانفراد كله بالمقدمة يا سلام يا سلام المركز الثاني اللمس في المركز الثاني بشعار هجن العاصبة ولكن خلاص الفوز من صالح النصيبة النصيبة انتزعت المركز الأول والمئتين متر الأخيرة الميتين متر الأخيرة مشاهدين متابعين الكرام اللحظات الأخيرة ووصولنا إلى خط النهاية والنصيبة مسيطرة ولمس عادت مرة ثانية عادت لمس مرة ثانية والنصيبة مسيطرة على المقدمة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة يا سلام يا سلام يا سلام هذه النصيبة تعلن تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز المركز الثاني لمس اليوم الجميل الضبي انفردت الضبي بعدت الضبي انطلقت الضبي قدمت كلمه جميل ورائع واستعداد جميل ورائع للقاية هناك بانفراد في هذا الانطلاق الواثق حمد بن راشد بن غدير يقودها في هذا الانطلاق بدون وامر بعرضاتي وتلقائي في هذا الاندفاع يا سلام ما شاء الله تبارك الله بينما المركز الثاني الشكل سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي على المركز الثاني ولكن خلاص خلوني هناك مع الضبي مع الضبي ليقدم التهنية في هذا الصباح لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز وتلق هجن العاصفة في هذا الموسم في بداية هذا الموسم واشكر الواثق كذلك على المحافظة حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثاني نجد كذلك من هجن العاصفة في المركز الثالث اشكر الواثق كذلك على المركز الثالث مع المركز الثالث مع المركز الثالث ارهني امروح ياتي ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بالسالم بالصقعة من يتابع هذا الانطلاق الجميل ومياز خادم مياز خادم بكل قوة التابع لهجن العاصفة يقوده حمد بن راشد بن غدير النقل التالية مع المركز الخامس كي ارس الهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسالم بن حمد بن هيان العامري ولكن نعود مع الصدارة نتابع هيمان نتابع هيمان اللي انطلق في اللحظات الاخير بعد المسافة رقص في الامتار النهائية هيمان على الصدارة تهانين الهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير واغتراب هيمان من خط النهاية منذ البداية قادل المجموعة تهانين الهجن عاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير المركز الثاني سراب كذلك الهجن تسهيد وتمهيد الطريق نحو خط النهاية لكن مايهاب مصرًا يبقى في صدارة الشوط لكن الملاحقة مستمرة هي الواثق الملاحقة مستمرة من صغان لسيدي صاحب اسم الشيخ محمد بن راشد المقتوم وهنا عبدالله بن نايف الهاجري ياتي في التضمير مع صغان المركز الثاني الثاني لكن الأول لا زال مسيطر لا زال مسيطر مشاهدين الكرام وماخذ قوة التحدي والمنافسة مايهاب وصغان يحاول من الجانب الآخر صغان وسراب سراب وصغان لكن الله انطلق في هذه اللحظة مشاهدين الكرام مايهاب 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 هذه السلالة الطيارية هذه السلالة المعروفة صباح الخير بالفعل ينخلي مع تواجد مايهاب على المركز الأول ليهدي هجن العاصفة ناموس وتحية متجددة في انطلاقات هذا اليوم وكالعادة مشاهدين العزاء تنهي هذه السباقات لصالح دائما هجن العاصفة تاني ناموس المركز الثاني يأتي صغان المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد من يتابع هذا الانطلاق الوارية تأتي ثالثا التابع لهجن العاصفة وقيادة حمد بن راش بن غدير المركز الرابع أرى الانطلاق للطيارة كذلك لهجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيري من يتابع هذا الانطلاق المتميز ولكن أصفهان أصفهان تنطلق بناموسي هذا الشوط بعدت المسافة بعدت المسافة الرقصت في اللحظات في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية وأرهني سمحة تعلن الهجوم تعلن التحدي تعلن الإثارة يا السلام يا السلام يا السلام أصفهان على الصدارة أصفهان على المقدمة وهو تحدي التحدي الأخير وأصفهان على الصدارة تهانينة لهجن العاصفة ولمؤلاء هجن العاصفة سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب التهاني لحمد بن راشد بن غدير المركز الثاني تصل في سمحة من هجن الرئاسة شعار الانتصارات وشعار النصر شعار اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب وهنا عبد الله بن ثعيلب الهاجري مع الحكمة والانطلاق المميز الثمين مع الشاهنية مع الشاهنية الله الله يا الشاهنية خلاص فارقت وسارت وخدت لها وقت خدت لها مسافة طويلة لكنها ما تعطيك هذه المسافة إلا هذه النوعية المميزة إلا هذه النوعية القوية إلا هذه النوعية اللي يعني السبوق اللي الغير الله بالفعل الشاهنية تهانينا والناموس اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب والتانية كذلك اللي عبد الله بن ثعيلب الهاجري على ما قدمت الشاهنية من تحديات ومن منافسات في هذا الشوت لكنها في النهاية استطاعت أن تصل إلى خط النهاية بدون أي توامر وبدون أي التعليمات ما شاء الله تبارك الله تهانينا لبو راشد اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب المركز الثاني هجن العاصفة نعود بالصدارة مشاهدين متابعين الكرام نتابع نتابع البداية نتابع المقدمة نتابع التحدي نتابع الأثارة وأرى القدوم أيضا القدوم مع المركز الثاني أراهني الخوار من يتسلل مع المركز الثاني بشعر سمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد المكتوب والتحديات لشاهين التابع لهجن العاصفة الكوكبة ثلاثية الكوكبة ثلاثية التحدي الأثارة مشاهدين متابعين الكرام يا سلام يا سلام يا سلام شاهين على الصدارة ينطلق بالمقدمة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية يا سلام يا سلام يا سلام الخوار من الجانب الآخر الخوار وشاهين شاهين والخوار ولكن شاهين في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة تهانين الهجن العاصفة التهاني لحمد براج بن قدير الخوار مع المركز الثاني سمو الشيخ مكتوب بن حمدان براجد المكتوب المركز الثالث سراب من هجن العاصفة هناك شطارة هناك تحدي هناك وثوق وهنا انطلاق مشاهدين الأعزاء من المركز الأول هذا هو أمامكم يمر الآن في تحدياته وفي انطلاقاته طواش الهجن العاصفة هجن العاصفة يبقى وحيداً في الصدارة من خلال هذه اللحظة والمركز الأول مع طواش بينما المركز الثاني هناك مدرب نسوم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب المضمر سالب بن حمد بن هيان العامري والمركز الثالث كذلك من هجن العاصفة بينما نعود أي الحول الكريم مشاهدين الأعزاء إلى لحظات الختام وآخر الأشواط وختامها موسك مشاهدين الأعزاء يبدأ السباق وينتهي العاصفة مع هجنها هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية ليعلن طواش بأننا حاضران في انطلاقاتي هذا اليوم مؤكداً على حضوره وبصمته كذلك بالفوز والنموس والاستحقاق ثاني لهجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن رايز مغدير المركز الثاني اسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر